بحث الجريمة بشتى أنواعها وحفاظها على الصحة العمومية تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لنشاط شركة يقوم أصحابها بتغذير تاريخ صلاحية في المواد الغذائزة الموجهة للاستهلاك البشري والغش في صناعة المنتوج الغذائي باستعمال مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة النوع أو المصدر حيث أصفرت العملية عن حاجز كمزية معتبرة من المواد الغذائزة بقيمة الماليزة للمحجوزات مليار وستمائة سنت ماين تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين الذين سيتم تقدمهم للجهات الغذائزة المختصة في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر من وضح حد لنشاط شركة يقوم أصحابها بتغيير تاريخ صلاحية في مواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والغش في صناعة المنتوج الغذائي باستعمال مواد منتهية صلاحية ومواد مجهولة النوع والمصدر استغلالاً للمعلومة تم تنقل نحو مقر الشركة برفقة مصالح مديرية التجارة ومكتب الصحة للبلدية وبعد المراقبة تبين أن الشركة لا تحوز على رقصة الاستغلال كما أن ورشات الإنتاج والمخازن في حالة كارثية من حيث انعدام نظافة الصحية وهذا ما يشكل خطراً على صحة المستهلك تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن التهم التالية جنحة تعريض حياة الغير للخطر جنحة خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتوج جنحة عرض للبيع منتوج صالح لتغذية الإنسان يعلم أنه مخشوش جنحة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص عدم احترام قواعد النظافة الصحية